موسيقى مساء الخير كان وما زال وسيبقى الإعلام يلعب دوراً أساسياً في حياة المجتمعات في صناعة الرأي وفي التأثير في الرأي العام عن هذا الإعلام الذي يشهد تغيرات هائلة وتحديات قائمة يسرني في حلقة اليوم أن أستضيف صحفياً مخضرماً وإعلامياً بارزاً هو الأستاذ خالد بن حمد المالك رئيسه هيئة الصحفيين السعودية حياك الله يا أبو بشار معنا في حلقتنا الثالثة اليوم شكراً على استضافة وبكم أيضاً أرحب اشتركوا في القناة حياكم الله مجدداً في حوارنا هذا الليلة مع الأستاذ خالد المالك أبو بشار أرحب بك مجدداً الحديث عن الإعلام يطول ألا تعتقد أن الإعلام اليوم بتحولاته المتسارعة والهائلة تجاوز جدلية موت أو حياة الصحافة الورقية بل وحتى صعود الصحافة الإلكترونية التي تعاني هي الأخرى بدورها اليوم من بعض المشاكل وتعثرات وضعف التمويل يعني ما في شك أن العمل الإعلامي ككل يشهد تحولات كثيرة جداً ليست فقط الصحافة وإنما كل وسائل الإعلام يعني هذا التطور التقني الهائل الذي مسى كل مفاصل الإعلام ليس في المملكة فقط وإنما على مستوى العالم أثر كثيراً وغيراً في المسيرة الطويلة التي مر به الإعلام على مدى عقود من الزمن استنفذ فيها كل ما يمكن أن يقدم خلال هذه الفترة وبدأ في هذا التحول الذي نحن الآن في بداياته وليس في نهاياته وأتصور أن ما سنلاحظه وسنعيشه إن كتب الله لنا الحياة سنجد أنفسنا أمام إعلام مستجد يغير الصورة حتى الحالية التي نحن دائماً نتحدث حولها ونختلف في وجهات نظرنا حول ما يمكن أن يقال عنها ما تشوف أن أزمة الإعلام اليوم هي أزمة صناعة محتوى قبل أن تكون وسائل أو أدوات أين أنتم من هذه التغيرات أو التحديات التي تتكلم عنها؟ الطبيعي أن يكون المضمون يعني له الأولوية ولكن الأدوات والآلية التي نقدم فيه هذا المضمون يجب أيضاً أن يكون قادر على تقديم الصورة الحقيقية لهذا المحتوى لا يمكن أن يكون المحتوى سقفه عالياً من حيث التميز والظهور الجيد في حين أن الأدوات التي تستخدم لتقديمه للجمهور متواضعة وبحسب قراءتي لهذا المشهد أعتقد أنه يجب أن نجمع بين التطوير التقني واستخدام هذه الثورة التقنية في تقديم محتوى متطور يلبي رغبات الجمهور ويخدم أيضاً من يتابع هذه الوسائل العالمية ونشوف مكانة الصحافة الورقية اليوم في هالمتغيرات كأدات من أدوات صناعة المحتوى أنا رأيي معروف في هذا المجال وكتبت فيه كثير وتحدثت فيه لقاءات أيضاً وحضرت فيه هذا الموضوع وأنا مع طبعاً الجمع بين الصحافة الورقية على الأقل في هذه المرحلة مع البدء في التحول إلى الصحافة الرقمية اليوم كثير من الناس يتحدث عن الصحافة الورقية ويطالب بإطلاق رصاصة الرحمة عليها دون أن يفكر بأن هذه الصحافة موجودة كصحافة الوكترونية من خلال BDF ويستطيع القاهر دون الحاجة إلى لمس الورق وشم رائحة الحبر أن يقرأ هذه الصحف من خلال الموقع الالكتروني لكل صحيفة هذا جانب الجانب الثاني ما هو الضرر في وجود صحافة ورقية إلى جانب صحافة رقمية خصوصاً وأن العالم كل العالم لا يزال يصدر هذه الصحف وبكميات كبيرة وأشهر الصحف في مختلف دول العالم لا تزال تمارس هذا صدورها ورقياً إلى جانب صدورها رقمية هل يعني أنت لأما تقارن بالصحافة العالمية مثلاً نحن نعرف أن الصحافة العالمية حساباتها تجارية بحتها ربح وخسارة هل أنت تطالب أن تكون هناك نماذج للصحافة المحلية السعودية على غرار هذه الصحافة الناجحة؟ هل أنتم بحثتم عن كيفية متابعة كيف حققت هذه الصحافة النجاح بين أنها تتحول رقمياً وفي نفس الوقت تبقي على الصحافة الورقية بحيث أنها لا تكون خاسرة مالياً لأن الوضع في الصحافة العالمية مختلف نوعاً ماياً لا يمكن تكون المقارنة على نفس المعايير يعني هل أنتم فعلاً الآن على طريق أنكم توازنون بين ربحكم وخسارتكم ولا المسألة فقط أنه والله أنا أفغس بقاء الصحافة الورقية لأنها جزء من تاريخ أو تراث المقارنة بين الصحف العالمية وصحف المملكة هي مقارنة ظالمة أولاً يعني أهداف الصحافة المحلية الصحافة السعودية ورؤيتها وتطلعاتها وارتباطها بالدولة وارتباطها بالجمهور مختلف تماماً عن الصحافة في الغرب مثلاً الذي يتمتع بكثير من الأشياء التي لا تنسجم مع توجهاتنا ومع علامنا ومع صحافتنا هذا الجانب الجانب الآخر أن الصحافة في المملكة وعلى مدع عقود كانت تعتمد على نفسها وتحقق أرباح جيدة وتستثمر هذه الأرباح في تطوير نفسها اليوم اختفى الإعلان ليس عن الصحافة السعودية وإنما عن كثير من الصحف في مختلف دول العالم وظهرت بدائل لهذه الصحف في نشر هذه الإعلان والصحافة كما تعرف ويعرف من الجمهور تعتمد بالدرجة الأولى على الإعلان في تغطية نفقاتها وفي الصرف على كل برامج التطور الذي تريد أن تقدمه إلى جمهورها نحن طبعا يفترض أن نأخذ من الصحافة الأقدم والأقدر على ترسيخ نفسها في السوق كالصحافة في أمريكا وفي أوروبا وغيرها أن نأخذ ما يخدم الصحافة المحلية من ميزات ولذلك نقول أن حتى الصحافة في الغرب هي مدعومة من دولها وبالتالي يتواصل هذا النجاح طيب أنت الآن أبو بشار لما تقول أن صحافة مقارنة غير عادلة بالصحافة الأجنبية أن توجهاتها مختلفة لكنك في نفس الوقت تستشهد بدعم بعض الحكومات في الغرب وسميت بعض الدول لصحافتها واستمرار هذه الصحافة يعني ما تشوف في بعض التناقض هنا لا غير موجود التناقض لسبب نحن نتحدث عن مقارنة غير عادلة في إظهار صحفنا بنفس المستوى بنفس الانتشار بنفس رؤية الناس لهذه الصحف ومقارنة بصحفنا ولكن عندما نتحدث عن الدعم فنحن نتحدث عن أن صحف الغرب صحف العالم كله تلقى دعم كبير من حكوماتها وبعض الصحف منتمية إلى منظمات منتمية إلى أحزاب منتمية إلى شخصيات تدعم هذه الصحف هذا غير موجود في المملكة والمملكة يجب أن تحافظ صحفتها على استقلاليتها من أي تدخلات سنتحدث عن موضوع الدعم في محور آخر برايك ما هي أهم المؤثرات والمتغيرات التي أربكت المسرح الإعلامي متى استشعرتوا أن الأمور قادة تتغير؟ يعني الحقيقة التغير بدأ من عام 2015 2015 بدأ الإعلان بشكل تدريجي ينخفض إلى أن يصل إلى أصبح لا يغطي مصاريف أي مؤسسة صحفية سواء لصرف الرواتب أو مكافأة كتاب وصحفيين آخرين أو حتى فيما يتعلق بوجور الطباعة ومواد الطباعة وغيرها هذا الاستشعار الحقيقي سبق هذا البدء المشكلة التي تعاني منها والتحدي التي تعاني منها المؤسسة صحفية الحقيقي تم استشعار قبل ذلك ولذلك موجود منتجات رقمية لكل الصحف سابق لهذا التاريخ لكن المشكلة أن الصحف الرقمية لا تستطيع بوضعها الحالي أن تقنع الناس إلى الإعلام فيها إذن التكاليف ستظل التكاليف مع انخفاض بسيط مقابل لا يوجد إرادات تخدم هذا العمل هذا سبب معاناة كثير من الصحف الإلكترونية اليوم أنها لا تحصل إلى الإعلان الكافي لتغطية مصاريفها يعني هل مشكلتكم الأساسية في مؤسسات الصحفية هو تضخم تكاليف التشغيل عندكم مقارنة بصحف لا يديرها لعدد أشخاص محدود طيب ما تنبهتوا لهذا الشيء منذ البداية من 2015 إلى اليوم 2020 يعني ما كان عندكم قدرة أنكم تستشرفون المستقبل كنتم في زمن من الأزمان توسعون أرباح في عشرات بالمئات الملايين بعض الصحف المؤسسات الصحفية هل غابت الرؤية عنكم دول هذا الفترة؟ لا الترشيد في عملية الإنفاق تم سابق لعملية بدء المشكلة وبدأت تحدي لتوجه المؤسسات اليوم تم ترشيد تقفيض كثير من المصاريف ولم تعود المؤسسات الصحفية بنفس هياكلها القديمة بأجهزتها البشرية المتضخمة كما أشرت أيضا في عدد صفحاتها التي تصدر بها لا هذا بدأ مبكر الحقيقي سبق عملية المشكلة هذه ولكن المشكلة التي تعاني فيها المؤسسات الصحفية اليوم مع كل هذا الترشيد بمعنى أن المؤسسات الصحفية اليوم هي تدار بأقل جهاز بشري وإمكانيات فنية وعدد صفحات بالنسبة للجريدة ومع ذلك لم تحل المشكلة بهذا المستوى من الترشيد أبو بشار أستاذنك في هذا الفاصل ونعود نواصل حديثنا فاصل قصير ونعود حياكم الله مجددا في هذا الحوار مع الأستاذ خالد المالك رئيس هيئة الصحفين السعوديين ورئيس تحرير صحيفة الجزيرة أبو بشار عندنا هذا التقرير أتمنى نشاهده سوى ونعود لموسط حوارنا يواجه الإعلام السعودي تحديات كبرى كونه إعلاما يعكس توجه دولة لها ثقلها ومكانتها وتاريخها الناصع فاعتماده على المعلومة الصادقة واتزان الطرح ضرورة وعلامة فارقة تسمى بها إعلامنا منذ الأزل وهي سما لم تتغير أو تتبدل مع متغيرات الزمن الصحافة الورقية منذ بضع سنوات تواجه أزمة حقيقية أخذت تتفاقم من سنة إلى أخرى في العديد من الدول نتيجة ظهور شبكة الانترنت وثورة الاتصال والمعلومات لتتغير خريطة المنافسة في عالم الصحافة بين صحف ورقية وأخرى اكترونية وقد اكتسب هذا النوع الجديد من الصحافة أهمية بالغة منذ ظهوره بعد أن لوحظ تغير في سلوك العادات الاستهلاكية للقراء خاصة مع ظهور جيل الانترنت الذي لم يعد يتعامل مع الصحف الورقية بنفس شغف تعامله مع الصحف الالكترونية التي تتميز بسرعة نقل المعلومات فقد أتاحت الصحف الالكترونية للمستخدم فرصة متابعة الأحداث لحظة حدوثها ونقل المعلومات بالصوت والصورة في الوقت الذي تضطر فيه الصحيفة الورقية للانتظار 24 ساعة لطباعة الخبر فتفقد بذلك السبق الصحفي الذي ظل لعدة سنوات أحد مؤشرات نجاح الصحيفة أهلا بكم مجددا أعزائي المشاهدين مع أبو بشار الأستاذ خادر مالك أبقر عليك تصريح لك في تصريح لك قلت إن موت الصحافة الورقية هو موت للأدوات للمحتوى وفي مقال كتبه الأستاذ وليد الأحمد ذكر إن الاعتقاد بأن الإعلام موجود فقط لتغطية الحدث تسطيح لدوره ومسؤوليته في صناعة الخبر وتحليله فضلا عن دوره الاستقصائي وهي مهام لا يمكن لمواقع التواصل أن تؤديها أبو بشار ما ترى أن صناعة المحتوى نفسها اليوم مهددة بالموت بغياب الإعلامي المحترف وصعود المؤثرين في وسائل التواصل نحن أمام خطر مهنة الإعلامي نفسها أن تختفي في صناعة الإعلام ما تشوف هذا هو خطر اليوم؟ مؤكد يعني اليوم كل شخص يستطيع أن يكون رئيس تحرير ويستطيع أن يكون صحفي ويستطيع أن يتحكم دون رقيب دون مسائلة ويتحدث كما لو كان هو يملك صحيفة وبالتالي ما في شك أن الثقافة الإعلامية والثقافة الصحفية والتقاليد التي ظلت على مدى سنوات طويلة جدا هذه لا شك أنها سوف تتأثر من خلال المنصات والمواقع وتحكم الناس في توجيه الرأي العام نحن شفنا تأثير مثلا في الاتخابات الأمريكية نحن شفنا تأثير في كثير من الأشياء التي حدثت على مستوى العالم وأنا أتصور أنه أمامنا أيضا مسؤولية على مستوى الوطن على مستوى المنبلة العربية السعودية أن نحافظ على الحد الأدنى من الصحافة التي تقدم خدمة للمواطن وتقدم خدمة للوطن إذا خسرنا هذا السقف المتواضح حتى من عملنا الصحفي سيكون هناك فراغ كبير جدا فيما يتعلق بالعمل الإعلامي الصحيح إذا أردت أن تكون لديك صحافة تنافس وصحافة على الأقل لها حضور أمام هذا الزخم من المواقع ومن الأصوات المتغيرة والمتجددة ومن الأفكار التي ليس لا نهاية فيجب أيضا أن تسعى إلى إيجاد والبحث عن صحافة تقرأ وقنوات تشاهد ووسائل الإعلام يحترمها الناس أبو بشار وش اللي استفزك في تصريح معالي الدكتور عبد عزيز خوجة؟ أولا أريد أن أؤكد لمن يشاهد هذه الحلقة أن علاقتي بالدكتور علاقة محبة وهو صديق شخصي والرجل له إنجازات كبيرة فيما يتعلق بوزارة الإعلام خلال فترة السابقة وأنا شرت إلى هذا الكلام بالتفصيل لأن الرجل لا يمكن أن يغفل ما حققه لوزارة الإعلام من إنجازات هذا جانب ما استفزن الحقيقة مجموعة أشياء يعني هذه وجهة نظر أولا عندما سم طلب المؤسسات الصحافية للدعم بأن هذه شحادة شحادة يعني هذه اللغة أو مفردة جارحة حقيقة ومستفزة هذا جانب الذي فزني أيضا أنه يريد أن ينهي المؤسسات الصحفية ويعتبرها من الماضي وتنشى شركات جديدة هي من يقوم بالعمل الإعلامي وهو يعرف أنه لن يقدم أي رجل أعمال أي شخص في الاستثمار في شركة مهددة من البداية بالفشل هذا جانب الجانب الثالث أنه تحدث عن الدعم وهو تجاهل أن صحف العالم كلها تتلقى الدعم وأنا أشرت لهذا بتفاصيل وتصريحات موثقة أيضا استفزني في هذا الموضوع أنه تحدث عن أن الصحافة في العالم الورقية توقفت وهذا غير صحيح وأنا ذكرت كل الصحفة الأشهر وليس الصحفة الهامشية لموجودة في محافظات ولا موجودة في مدن صغيرة لا تقرأ ولا أحد يعرف عنها شيء هل سمعت هذا الرأي الصريح من دكتور أبد العزيز في المؤسسات الصحفية عندما كان وزيرا للعلام عندما كان وزيرا للعلام لم يكن هذا موضوع التحول كما هي حديث من يناصر الصحافة الرقمية لم يكن هناك حديث ولا تفاصيل ولا خطط من وزارة الإعلام بهذا التوجه حقيقة ولكن كان على خفيف يكون هناك حديث جانبي لكن لم تكن هناك نفس الرؤية نفس الحماس نفس التطلع نفس الهداف التي تتبنها وزارة العلامة الآن لكن يعني ضمتكم اجتماعات عديدة خلال فترة توليه الوزارة وما ناقشت في تلك الفترة التحديات التي كانت تواجه المؤسسة الصحفية زي ما أنت تفضلت أنها بدأت من 2015 من الواضح يبدو لي أن هناك كان في تباعد في وجهات النظر بين المؤسسات وبين الوزارة تباعد أيضا في تعريف مهنة الإعلام وهذا اليوم حقيقة قائمة سؤال لماذا فشلت العلاقة بين المؤسسات الصحفية ووزارة الإعلام على مر سنوات طويلة وزارة الإعلام طبعا تنظر الحقيقة للمؤسسات الصحفية إنها مؤسسات أهلية وتنأب نفسها دائما عن الدخول في التفاصيل هذا في تاريخ الوزارة الإعلام دائما وبالتالي تنظر وزارة الإعلام فقط كأن موقفها فقط موقف الرقيب على ما ينشر في الصحف المحلية أكثر مما هو معالجة لمعاناة هذه المؤسسات الصحفية في أي مرحلة وإن كانت في فترات معينة تقوم الحقيقة بمبادرات متما شعرت بأن مؤسسة من المؤسسات تعاني هذا في الماضي كما حدث مع جريدة الندوة وطلب وزارة الإعلام من المقام السامي دعمها بملايين كبيرة جدا لإنقاذها لكنها لم تنقذ الصحفية لا أتقد أنه كانت عشر ملايين ويعني سددت لتسوية حقوق العاملين في الصحيفة وليس لإنقاذها لا 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 هي طالع في عهد معالي الدكتور اليد مدني تم دعمها بخمسين مليون ريال وفي دعم معالي الدكتور عبداليز خوجي دعمت بعشرة ملايين يعني دعمت ما مجموعة ستين مليون وهذا لم تحصل عليه أي مؤسسة صحفية ويبدو أنه لن تحصل عليه حتى طيب أسألك كم حجم المبلغ الدعم اللي تطالبون فيه الآن أنا الحقيقة هذا السؤال سبق النطورة عليه إحنا أولا تتفاوت الصحف من صحيفة لأخرى لتحديد حجم هذا الدعم هذا الجانب الجانب الثاني لا يمكن على عجالة أن نتحدث ونحدد مبلغ معين يجب أن يخطع هذا لدراسات ويخطع طبعا لمناقشات وتعرف على أوضاع كل مؤسسة على حدة وبالتالي يتم تحديد هذه المبالغ من جهة محايدة والجهة المحايدة هي وزارة العلاق معقول المؤسسات الصحفية ما عندها دراسة لإحتياجاتها اليوم يعني مثلا لما نجي تكلم عن مؤسسة الجزيرة لحضرتك ترى استحريرها هل لا يوجد لديكم تقدير للمبالغ التي تحتاجونها مثلا ولا أنت هنا تفصل أن كل مؤسسة لها احتياجها الخاص نحن طبعا رفعنا لوزارة الإعلام صورة يعني عن واقع المؤسسات الصحفية وتطلب متطلبات وإحتياجات حددتم في رقام؟ لا ليست الجزيرة مؤسسات الصحفية مجتمعة حددتم أرقام؟ ما حددت أرقام مبالغ لكنها رفعت لمعالي الوزير بناء على طلبه وطبعا هناك توجه من الوزارة الحقيقة للنظر في أوضاع المؤسسات الصحفية وهناك أيضا محاولة أيضا وبشكل سريع لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بدليل أن هناك كان دعم خفيف في عهد الدكتور القصبي دكتور ماجد طبعا كيف دعم خفيف؟ دعم يعني ما هو كبير يعني لمشروط بأنه يصرف هذا المبلغ وصرفه لا ما زال؟ لسه في بداياته تقديم خطط وبرامج لتقديم صحافة رقمية ما تعتقد أبو بشار حان الوقت أن نغير نظام المؤسسات الصحفية أن يكون هناك مساحة لدخول مستثمرين جدد تغيير النظام أو الهيكل الذي يصنع الصحافة بشكلها الحالي؟ الآن من أيام من أسبوعين صدر قرار بتغيير هذا النظام يعني النظام طرح على المؤسسات الصحفية وزارة الإعلام يعني طلبت ملاحظات كل المؤسسات الصحفية وتبنت مشروع جديد لنظام المؤسسات الصحفية وصدر بهذا قرار من مجسى الوزراء قبل أسبوعين أو ثلاث سابيع لكن المشكلة ليست فقط البحث عن مزيد من المستثمرين مستثمر إذا دخل بالمؤسسات الصحفية سوف يبحث عن أوضاع المؤسسات المالية الجدوى الاقتصادية من دخوله في هذه المؤسسات وأشك أن هناك من سوف يقدم على هذه الخطوة وهو يعرف أن المؤسسات الصحفية هي في نزول الآن بما يتحقق عندما كانت تحقق أرباح نعم كان ممكن أن يعني يدخل بعض الأعضافي في عروية أبو بشار اسمح لي أطلع فاصل وأعود بعد قليل أهلا بكم مجدداً في هذا الحوار مع أستاذ الصحافة أبو بشار مسيك بالخير سمعت من أكثر من مسؤول في الصحف السعودية أن لديكم مديونيات على الحكومة هل هذا صحيح؟ وهل يغنيكم سداد هذه المديونيات عن طلب الدعم؟ صحيح يعني كل مؤسسة من المؤسسات الصحفية لديها من عدة وزارات مديونيات قيمة اشتراكات في الصحف قيمة إعلانات لم تسدد في حينها وتم تقديم الوثائق والمستندات ومعالي الوزير الدكتور ماجد الغصبي متفهم لهذا الموضوع ومتبنيه وتحرك الحقيقة هذا الموضوع بشكل جدي وبدأت طال عمرك اللجان تعمل سواء كل وزارة على حدة أو من خلال وزارة الإعلام في متابعة هذه المديونيات ونأمل طبعا أولا أن تسدد أما الشقة الثانية من سؤالك فهذه لا تغطي مشاكل وما تعانيها المؤسسات الصحفية هذه حقوق للعاملين حقوق العاملين الموجودين سواء مكافآت لكتاب سواء الرواتب للموجودين سواء أيضا حقوق عند تصفية أي موظف انتهاء عقده وانتهاء عمله في أي مؤسسة صحفية لذلك هذه لا تغني هذه كلها محسوبة هي استثمرت كل السيولة وأصبح هذا المبلغ الموجود هو لتسديد الديون أو بعض الديون المستحقين مدام فيها مكافآت الكتاب بندعمكم ونساندكم أبو بشار البعض يقول أنه المؤسسات الصحفية لا يمكن أن تنجح في تحقيق التحول الرقمي وفهم تغييرات الإعلام بنفس الأدوات القديمة يعني لا بد من تغيير الثوب تغيير الدماء تغيير الأشخاص يعني لا يمكن لمجالس إدارات قديمة ما زالت قائمة فشلت في أنها ترى الأزمة وترى المستقبل الصحافة الورقية أن تقود التحول الرقمي اليوم أو تقود الصحافة لبر الأمان تعيدها الكلام نعم نعم أؤيده وأعتقد أنه إذا كانت المشكلة هي فقط في القيادات والأجهزة في المؤسسات الصحفية فيجب أيضا أن يضخ كفاءات قادرة وفاهمة ومستوعبة هذا التحول وبالتالي لا ضرر في أنه التدخل هذا لكن يجب أن يصاحب هذا تنظيف المؤسسات الصحفية من أي التزامات من أي ديون ووضعها في الوضع الصحيح الذي يستطيع الجهاز الجديد والقادرين من هؤلاء على النقلة التي تتحدث عنها أبو بشار لنفترض خيالا لو أقفلت المؤسسات الصحفية اليوم ما الذي سيتغير بالنسبة للمتلقي؟ حتفقد طبعا يعني أنت تبحث عن مجموعة منابر مجموعة مواقع مجموعة أصوات وتأتي المؤسسات الصحفية بمنتجاتها سواء الورقية والرقبية في طليعة المؤثرين في المجتمع وهي الصوت اليوم الأقوى في متع عن سياسة المملكة هذا الجانب الجانب الثاني إذا احنا اختفت المؤسسات الصحفية خلينا نقول بصحفاتها الورقية خلينا نقول الكيانات الصحفية خلينا نقول الكيانات الصحفية إذا اختفت ما هو البديل؟ يعني أنت تعرف أن وزارة العلام أعطت ترخيص بما يعادل ألف ترخيص لصحيفة رقمية أين هذه الصحف؟ وين هي هذه الصحف؟ لازم نفكر ما تأخذنا العاطفة فقط نأخذ موقف معادي للصحف الورقية أو موقف غير مقنع بالمؤسسات الصحفية والكيانات الصحفية التي تتحدث عنها أو تشير إليها ثم لا نفكر بما بعد ذلك علينا أن نطور هذه المؤسسات الصحفية نلزمها بكل ما تحتاجه المملكة لتكون صوت فعال صوت قوي مؤثر مفيد وهذا لا بد أن يكون ليس فقط من المؤسسات الصحفية من الداخل المؤسسات ليس عندها القدرة لتفعل هذا لا بد أن تكون الجهة الحكومية داعمة لهذا التوجه مع التدخل فيما تعلق بالأجهزة الموجودة بالقيادات الموجودة بما يجعلها أكثر تأثيرا مما هي عليها الآن هل في أي نموذج لأي صحيفة رقمية ولدت رقمية ترى أنها ناجحة فعلا ولا أنت ترى أن جميع الصحف التي رخصت رقميا لم تحقق دورا ينوب عن الصحافة الورقية أو المؤسسات بشكلها التقليدي يعني أنا ما أبغى تسمي الحقيق ولكن ممكن يكون عندنا صحيفتين أو ثلاثة لكن ليست بالتطلعات التي نتحدث عنها ليست بالأمالة التي تنتظرها الدولة ليست بالمستوى التي تحدث عنها المختصون وغير المختصون في هذا الشأن أو في هذا التخصص من الإعلام لكن أبو بشر لسنوات عديدة كنا نقرأ تباهي بعض المؤسسات الصحفية بتحقيق أرباح بعشرات الملايين بل مئات الملايين وهل غاب عن ملاك وإدارات هذه الصحف أو هذه المؤسسات أن ترى المستقبل أن تستشرف تحديات القادمة أين ذهبت هذه الأموال ولماذا لم تستثمر في مستقبل هذه الصحافة تخيلت لما صحيفة تربح 120 مليون في سنة واحدة كم من الاستثمارات كان ممكن أنها اليوم تغنيها عن الحاجر الآخرين خاصة نحن نتكلم عن مجموعة من المساهمين مساهمات مغلقة هؤلاء المساهمين هم من كبار الملاك أو التجار اللي الله مغنيهم وفي نفس الوقت يعني استرجعوا رؤوس أموالهم في هذه المؤسسات أولا من حق العضاء المؤسسات الصحفية وملاكها من حقهم طبعا أن يحصلوا على نسبة من الأرباح التي تتحقق في أي مواسسة صحفية وهذا حدث على مدى تاريخ المؤسسات الصحفية والمؤسسات الصحفية في بداياته في بداياته السنوات الأولى من تأسيس يمكن عشر سنوات أكثر خمسة عشر سنة لم تكن تحقق أرباح وكان المساهمين يعني ينتظرون متى تحسن أوضاع المؤسسات الصحفية بدت البعد هذا التاريخ المؤسسات الصحفية تحقق أرباح وبدأوا يأخذون هذه الأرباح ونعرف أن كثير من المؤسسات الصحفية كانت تخص أيضا جزء من هذه الأرباح للعاملين فيها وبينهم طبيعة الحال صحيفة الجزيرة الجانب الآخر تتحدث أنت الآن عن ملايين الحقيقة مئات الملايين الحقيقة لم يكن هذا الكلام صحيح أو دقيق بمفهومه يعني مؤستين أو ثلاث كانت تحقق هذا الرقم مئة مليون مئة وعشرين مليون صحيح لكن ليست أيضا بالصورة التي كما استمعت قبل ثلاثة أيام إلى شخص يتحدى في إحدى القنوات يقارن الصحيفة أنها تربح مثل ما تربح سابك وين سابك من الصحافة المحلية سابك بالمليارات والصحفة تتكلم عن الصحيفة الأكثر الأكثر يعني إعلام فيها تحقق طال عمرك مئة وعشرين مليون وهذا من حق أن تباهي لأنها هذا إحدى يعني مقومات نجاحها والصورة الجيدة عنها طيب بشار هل من المنطق أنه مؤسسات الصحفية تطالب بدعمها تعبر عن حاجتها في الوقت الذي نرى فيه بعض المؤسسات الصحفية خاصة في السنتين الأخيرة تعلن عن توزيع أرباح على مساهميها لا يوجد مؤسسة تحقق كعمل تشغيلي لا يوجد مؤسسة تحقق هذا هذه أرباح ممكن تكون من احتياطيات موجودة هل يعقل أنه أنا أستخدم احتياطياتي في توزيع أرباح على مساهمين لا تشغل بدل ما أنا أسدد فيها حقوق العاملين ممكن تشغل هذه الاحتياطات وتحقق عائد ويوزع هذا أنا ليس عندي معلومات الحقيقة دقيقة فيما يتعلق في هذا الموضوع لكن أعرف أنه من واقع حجم الإعلام في كل صحيفة وانتشار كل صحيفة أستطيع أن أقول أنه ما في مؤسسة صحفية حققت أرباح على مدى هالسنتين أو الثلاث سنوات بعمل تشغيلي بمعنى أنه مثل ما كان العمل لما كانت تحقق أرباح كبيرة طيب قبل ما أطلع فاصل أبو بشار شدت وأحزمت الصحفيين والكتابك شيء هل رؤسات تحرير خفضت مرتباتهم؟ نعم خفت المرتبات خفضت والعدد خفض وأيضا يأتي العمر الترشيد كل مكاتب أقفلت مراسلين تم التخلص منهم طيب أنا توقفت فقط عند رواتبكم فاصل ونعود أهلا بكم مجددا في حوارنا مع أستاذ الصحافة أستاذ خالد المالك ببشار أهلا بك مرة أخرى اليوم ما بقى أحد ما قارن أعلامي وين هيئة الصحفيين في تحديد هوية الإعلامي وحماية هذه المهنة من كل من يرى نفسه اليوم إعلامي؟ هيئة الصحفيين الحقيقة تبنت هذا الموضوع وطلبت بأن يكون أي إعلامي أي صحفي يجب يكون منتسبا لهيئة الصحفيين واستطعنا من خلال دعم الوزارة أيضا أن يصدر قرار في إحدى اجتماعات مجلس الوزراء بأن أي صحفي أو إعلامي لا يمارس المهنة ما لم يكن عضوا في هيئة الصحفيين هل هذاك صحيح؟ هل يجب أن يكون كل منتمي للهيئة أيضا يمارس؟ مع الأسف لم يطبق هذا القرار ليس لدينا سلطة لنرزمهم ودخلت وزارة الإعلام على الخط وبدأت تعطي ترخيص لإعلاميين وصحفيين وأخرجت الهيئة من حقها ومسؤوليتها بموجب هذا القرار وبالتالي أصبح الإعلام كل يدعي أن أعلامي وكل يستطيع أن يكتب في صفحة القرارة ولا يتقدم ويحصل على ترخيص من الوزارة هل أنت راضي عن هيئة الصحفيين وما تقدمه؟ أنا لست راضي لكن بإمكاناتها المحدودة جدا وعدم وجود قرار ملزم رغم قرار مجلس الوزراء يجعل الجميع يشترك في هيئة الصحفيين وبالتالي يكون هناك مورد لها أعتقد أنها تستطيع أن تقدم أكثر مما قدمته الآن ويقدمت أشياء الكثير إذا أردنا أن نقيس الأمور بمقارنة بالإمكانيات المتاحة لها أبو بشار هل تعتقد أن صحيفة الحياة هي آخر الصحف الورقية التي تعلن وفاتها أم أن هناك صحف على الطريق؟ إذا الأمر لم يتم الإسراع في معالجته بالنسبة للصحف السعودية أنا أعتقد أنه ستأتي صحف كثيرة من الصحف الموجود وعددها محدود على أي حال شايف كيف كلها لا تتجاوز عشر صحف أكيد أنه سيأتيها نفس مصير صحيفة الحياة هل نحن بحاجة لعشر صحف رقية مثلا في المملكة؟ هل يمكن أن نكتفي بثلاث صحف تكون قاعدتها الصلبة وتستطيع أن تدعم بشكل أو بآخر في برامج تحولها الرقمي بحيث أنها تكون هي مصادر الأخبار والوازن لمصداقية الخبر في المجتمع أم أنه هل عدد الكبير من الصحف وهل الكم الكبير من استجداء ولا نقولش هذا استجداء للدعم وهذه الجدل اللي يجري وجهة نظرة الحقيقة يعني محل تقدير يعني أنا معك بأنه ربما يكون تقليص العدد يساعد على ضخ مبالغ أكبر لهذه الصحف بدلا من توزيع على عدد كبير من الصحف وهذا يساعد على نجاح ثلاثة واربع صحف بدلا من حوالي عشر صحف هذا جانب جانب الثاني هو المعالجة لا يمكن أن تفصلها أن تكون بعزل بقية الأسباب الأخرى يجب أن نبحث عن كل الأسباب التي تؤدي إلى تقوية الصحف المحلية وجعلها صحف قادرة على أن تخدم المواطن والوطن في أن واحد هذه قوة ناعمة يجب أن لا نفرط فيها يجب أن لا نتخلص منها بهذه البصاة يجب أن يكون أي قرار نتخذ بشأن الموستات الصحفية أن يسبقوا دراسات وأفكار وتناول أيضا كل الأفكار وليس قصرها على فئة محدودة لإبداء رأي فيها أنا أتفق معك لأن الصحافة هي ذاكرة الوطن هي إرشيف لأحداث لا يمكن أن نتجاوز عنه بهذه البساطة مدامك تكلمت أو أيت فكرة الاندماجات للتقليص العدد هل يعني رح يجي اليوم اللي نشوف فيه الصديقين الجزيرة والرياض في اندماج في مؤسسة صحفية واحدة يمكن يكون الدمج ليس هو الحل لأنه أن تنقل مشاكل مؤسسة لمؤسسة ثانية أنا أتكلم عن الاكتفاء بثلاثة أو أربع صحف يبحث عن الصحف الناجحة ويضخ فيها من المال ما يكفي لتبقى شعلة إعلامية قادرة على أن تؤثر في الأحداث وليس في متابعة الأحداث الدمج له محاسن لكن مساوئه أكثر ولذلك أنا مع إقاف الصحف غير القادرة على ترجمة توجهات الدولة وتطلعات المواطنين هل ترى أن الصحافة السعودية بشكل خاص والإعلام السعودي بشكل عام يعني يؤثر في محيطة الإقليمي والدولي بنفس المكانة تبحجم تأثير المملكة السياسي والاقتصادي والحضاري والثقافي أم لا إعلامنا مقصر في هذا الجانب أنا لازم يعني العمل اللي يتم بالمملكة هو عمل كبير وضخم ومستجد بالنسبة للحياة في المملكة أنت تتكلم عن المرة وإعطاء حقوقها وتتكلم عن الترفيه وإتاحة للمواطنين تتكلم عن مدن جديدة نيوم البوابة الدرعية تتكلم عن جزر البحر البحر القدية تتكلم عن السينما في البلد تتكلم عن الثقافة وتنوعها في تتكلم عن مساحة الحرية المتاحة للمواطنين تتكلم عن ثقافة جديدة دخلا هذه الصحف عندنا وسائل الإعلام كلها لا تستطيع أن تواكب ولا أن تكون بهذه السرعة بهذه الوتيرة التي يقودها الملك سلمان وسمول عهده الأمير محمد بن سلمان من الظلم أن نعتقد بأن وسائل إعلامنا قادرة على أن تترجم كل هذه الإنجازات كل هذه الأعمال كل هذه الخطوات التي تتمت خلال خمس سنوات في صحافة وفي وسائل إعلام أخرى ليست في وعد هذا العمل الكبير الذي تنفيه المملكة طيب هذا بيخليني أسألك أو أنت تسرعت في إجابتك على سؤالك أنت رح أجيك فيه يعني لحنا اليوم نشهد نهضة يعني كبيرة في وطننا والله الحم لكن كثيرون يرون أن الصحافة السعودية أن الإعلام السعودي بشكل عام لم يواكب هذه القفزة الهائلة البعض يرى أن هذا السبب هو ضعف هذه المؤسسات ضعف الآلة الإعلامية السعودية في مؤسساتها وطرها الحالية ويحتاج إلى أنه فعلا يكون هناك فيه إعادة صياغة للإعلام السعودي من ناحية أدواتها من ناحية وسائلها من ناحية حتى منهجها في العمل ما تعتقد هذا أصبح ضروري اليوم حتى وإن كان من نتائجه أنه تغيب الكينات الصحفية بشكلها التقليدي دعيني ناخذ جزية الصحف يعني من المصادفات غير السارة يعني أن تكون صحفنا بهذا النزول في محتواها ومستواها في مواجهة هذه الإنجازات الهائلة والكبيرة التي تحققت فيها المملكة يعني هناك تطور هناك متغيرات كبيرة هناك قائد للتغيير يقابل طبعا صحافة تتراجع في مستواها في تأثيرها في متابعة الناس لها نتيجة طبعا الظروف التي أشرنا في جزء من أسئلتك وفي كل أسئلتك حول وضعها الذي تمر فيه أنا أعتقد أنه يجب أن نحن الملك سلمان والأمير محمد دعموا الرياضة ولاحظنا كيف تطورت الرياضة كيف صبحنا العالم كله يتجه للمملكة ليضع مبارياته السوبر وغيره والمسابقات وكذا لاحظنا أيضا طال عمرك أنه فيما يتعلق بالترفيه وكل العالم أصبح يجي وينفذ مشاريعه وأعماله هنا في المملكة وهكذا هذا لم يحدث بالنسبة للمملكة نحن نتطلع طبعا إلى أن تكون أيضا صحفتنا وسال علامنا كلها بلا استثناء الحقيقة هي في مستوى هذا العمل وهذا المنجز الكبير الذي يقودها الملك سلمان والأمير محمد أبو بشار أنا بس سؤالي الأخير الآن متى سيكتب خالد المالك المانشيت الأخير في مسيرته الصحفية؟ لعله إن شاء الله يكون قريب يعني أنا دائما أقول أخذت حقي وحق غيري وخدمت في هذا المجال أكثر من نصف قرن وعملت مع كل ملوك المملكة العربية السعودية إعلاميا فيما عدا الملك عبدالعزيز رحم الله الأموات ووفق الله الأحياء وعملت أيضا مع كل وزراء الإعلام باستثناء وزير الدولة عبدالله أبو الخير أعتقد أن رحلة طويلة أو رحلة شيقة أيضا وجدت كل التكريم وكل الاهتمام سواء من القيادة أو من المواطنين وأيضا أعتقد أن أستصر عملي هذا في إصطار صحيفة الجزيرة كصحيفة يومية ثم إصطار صحيفة المسائية أيضا كصحيفة يومية قبل إيقافها وأعتقد أن هذا عمل يعني يبقى جزء من عمل كبير أنا قدمته للمملكة وافتخر فيها بدعم كل الجهات كل المسؤولين كل المواطنين أبو بشار قد تتقاعد يوما قد تعتزل العمل الصحفي يوما لكن صناعة الحرف كتابة الحرف أمر لا يعتزله الإنسان أبدا أشكرك على وقتك أشكرك على إجاباتك الوافية أعزائنا المشاهدين أيضا أشكركم على متابعة هذه الحلقة وكل أمل أن نلقاكم في الأسبوع القادم على خير تحياتي لكم موسيقى